في التربص الأخر متاع الكيب ناسونال كان النجم الأول على الأطلاق هو عيسى العيدوني برشة صحفيين التقاوا معاه وحكاوا معاه وسألوها على برشة حاجات بش نقدم لكم اليوم أهم الكلام اللي قالوا وبش نركز على ثلاثة مواضيع حكاوا فيها حكاى فيهم بالكداة عيسى العيدوني أولا الماتش متاع تونس بوتسوانا ثم القرعة متاع الفريق متاعه يونيون برلين في الشامبيونز ليغ ومددت أقل متاعه بالرمضان في فريق المجاري اللي كان يلعب فيه هو قبل دونك عنده فكرة كبيرة على الفريق هذية وعنده علاقة حتى مع الإدارة دونك حكاى في الموضوع متاعه بالرمضان في فريق فرانك شفارس المجاري بالتوقف مع إلي موضوع المجاري دونك ناخذوا بالموضوع بالموضوع منبدأوا بكلام اللي قالوا على الماتش متاع بوتسوانا تعرفوا أنوا يقرروا بالصوري ونحاول منس معوا التصريح متاعوا ونحسر لكلام اللي قالوا وأو نترجموا للعربي السلام عليكم لليد الجمهور التونسية إن شاء الله وليكم لليد الـجمهور التونسي في كل مدد ، فتر الآن ستسبب كل مدد ، كما ترعب في المحركات ، تشعر المدد ، السكرة ، تشعر على مدد ، لكن هذا ما قلت ، و بالتحديث ، شعرت طريق ، يوجد عام ، في المدد ، وكتب في المدد ، وكتب في المدد ، بحديث ، يهم العام ، يتكلمون في المدد ، كما يقولون أفكار، فالفق secret. إن كانت مليئة بأم الأجل، فلن تستطيع عليها جداً لم somنا ايضاً، قد أخرى عام الأجل، اليوم أعتقد أن الأجل،他们 لا يزالها لتعلمها لتبع المعيش الكهرباء، لذلك، هي جائعة بأملك، وهي كما يقولون هذا، فلن تعد طبيعات العامة بالشعة أبواذ تريد أن الأجل، فلن أعلم المعيش الآخرين، موسيقى تماما ، أنا أعظم مرات الأخرى كما سترى كيف أصل جديد مستعدوا بكتابات شعارة كان بقليناً وقام بعد القليناة كما تقولون لذلك في صحران كثيراً مع الأفعال في صحران غير مرات الأخذ أن يكون أخرىعم الكفير انه يمكنك الشديد من المعنزل وكذلك نعمل بشكل أكبر من الجمهور لدينا أطلق من الجمهور في الجمهور والدوان وبشيعة والآخرين يتعطون كل ما عندهم في المتح بعد فضلك سألت عن الميدان من التخب والبلايس سبب تعدد الأسماء في التهيران في تونس قال هذا اللي ديما نقوله من اللي جيت لمنتخب في اول مرة من قبل يعني وعننا مجموعة متميزة وقاعدة تكبر ومستوى يطلع وهذا باهي برشا ولازم وهذا هو اللازم هو في الاخر منتخب فينا الماء ومنتخب كبير ومش محتاج بش يثبت الحجم انتاعه وذك عليش طبيعي طبيعي بش يكون ثم تنفس كبير على كل المراكس مش كان على الميليد تيلا بعد سألوها على الجيل هذايا والفريق هذايا وكان زعما يرجع بالكاس من الكوديفور تكون حاجة هيلة برشا للمجموعة هذية بالطبيعة قال هذي حاجة نحب عليها برشا وش نعملو جاهدنا الوسوء بش نوصلو لها وبعد بش نوصلو ولا لا هذي توفيق من عند ربي وفي علم الغيب اه امل اكيد وان واثقين من رواحنا ومن قدرتنا على هذين الكاس اه على اقل بالنسبة ليانا قال واثق من فريق انتاعي انصويت سأله على شوشان سامي شوشان اللي يلعب في نفس البلاسة متاع عيسى العيدوني قالوا اه قطل لي جاوب قالوا واريت مبارح وعنده قدرات باهية ونتمنوا انه يندمج في المجموعة وهذا بهي 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 في اطار الكونتونيوتي يعني التواصل وانه المجموعة دي تكبر اكثر وانا فرحان قال اللي هو وملعبية اخرين عندهم قدرات ينضموا للمجموعة وهذا من نجم كان يعلي في المستوى متاع المجموعة ومن نجمو كان نكونوا فرحانين بحاجات كمان عاق نمشي وتولم اجابته على الاسألة فيما يخص تأهل متاع الفريق متاعه فريق يونيون برلين للشامبيونز ديك والقرعة اللي حطاته مع نابولي ريال مادريد وسبورتينج براق دان قرعة صعبة ياسر تعف وجهة الفريق يونيون برلين نسمعوه اشقال على قرعة الشامبيونز ديك صورة واقعا ومن نجلس على قطعهم بالتعامل من أن تحقل الهواء كم من منظره فرحانين في المنزل إننا عادي حاملو كم كم نتعلم به جيدنا نسيح سيقول يونيين خلال جده يجب عليك ان تحققيا بالفعل كل جده ونحن مقدم بطعه تحققين مهترعation يجب عليك أن نتحقق� يبدو أن يحبون أن يفعلون برايجان في المرسل إذاً، سيكون في الملائب الفرع واقعاً، وما يمكن أن يحبون برايجان في المرسل ماركين في المرسل أو لا ولكن أبعاً أن يكون جيداً أنا أصحابي، فإنما كان يحبون أمر مستمر ولماذا يحبون أن يحبون أن يكون يجب أن يكون لهذا كبيرًا عليك التعامل بخصفة قال اولا انا فرحان بالتأهل للشامبيونز ليك اللي هو اكبر مسابقة نوادي في اوروبا صحيح جينا في مجموعة صعيبة لكن ممنين بحظوظنا وفرصتنا قائمة ويلزم نلعبوها للاخر جوز كوبو ونحضروا مليح الماتشوات متاعنا وهو ماتشوات كبار ومزينيين وانسويت وقت يسألوا على الجمهور متاع برلين اللي بداي يحضر فيروحه باش يتنقل مع الفريق قالوا يبالحق الجمهور متاع برلين يمشيوا الكل بلاسة نلعبو فيها راهو المهم المهم وانو نلعبو فرصتنا كاملة ومدام عنا حضوظ نلعبوهم جوز كوبو بايح في الاخر باش نمشيوا الكلام اللي قالو فيما يخص بالرمضان و الفريق متاعو الفريق المجاري اللي كان هو يلعب فيه قبل بحكم ما معرفته بالادارة غاديكة ماذا يحصلون على الجمهور متاع برمضان ماذا يحصلون على الجمهور؟ جداً على الجمهور متاعاً لكنني اعرفت التعامل من المهم يستطيع على الجمهور جداً من يحصلون على الجمهور مستطاع ولكن تخيل أو جدًا بأنه يحب أن يكون مددًا بأنه في مددًا يحب مددًا. كما يقولون، أنهم كنت تنسلت الكثير من هذا المقبل ولكنه هو مددًا مددًا بأنه مددًا، مددًا بأنه في الأسفل مددًا. يمكنك أن يكون ذلك سنعين أيضًا بأنه سيفر من أجل الإنجة في مددًا أبداً. أبداً فأنه يشيل من جهوده على زمانه. ونحن أنه بحقه كي يشيله. يونه يعمل إنه محجابه. أي حالياً فأنت له ذلك. إذًا فأنت خادمه على زمانه. ونحن أنه يشيل من جهوده. ونحن أنه مرادة في أعداده. ونحن أنه لديه ك Besançاله. ونحن أنه يمنحه إلى هنا ويقعد بكتاله في المدينة المقب第. قال عندي دي مع علاقة طيبة مع غادي مع اللاعبين والإدارة وحكيت حتى مع المدير الرياضي وعبر لي على رضاهم بأداء بالرمضان وقال لي اللي هو ما يعرفوا القدرات متاعه وهو في ريمو قاعد يقدم في أداء به برشا ونعرف اللي هو قادر بش يأدي أحسن ببرشا منه كان متأكد أنه بش يثبت هذا في المستقبل جوست يحتاج شوية وقت لتأقلهم كما قلت قبل هو دي جا قاعد يأدي في مردود به لكن في المستقبل راهو بش يأدي ما خير بش بعد ما يندمج أكثر ويتأقلم مع الفريق قال وانو حكى معاه ومع اللي دارة فريق فرانكش فارس هو فريق معروف ياسر راهو في أوروبا الشرقية زيد متأهل كاس أوروبا وانا قال فرحان اللي انتقل برمضان للفريق وان شاء الله قال تكون له هذي مرحلة ستيب بش منها هيا يتعدل في رقة أوروبية أقوى في المستوى ويعدي كاريير به في الأوروب فلا هذي دونك أهم الكلام اللي قاله عيسى العيدوني ونسبة انتحاقه بالتربص بتاع المنتخب تحضير الماتش بوتسوانا وماتش مصر ان شاء الله بالتوفيق للمنتخب وبالتوفيق لعيسى العيدوني اللي يعتبر من أحسن لعبين توانسا في اللعب في الجرينتا وفي الأخليق وفي الأخليق في الأخير نقول له برافو عيسى ترجمة نانسي قنقر